السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن البشائر والاراصات التي سبقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الايام الامة الاسلامية قاطبة في مشارق الارض وفي مغاربها تستحضر الحدث الاعظم الذي شهدته البشرية وهو ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت ولادته ميلاد امة سعدت بميلاده الامم فهو الرسول المصطفى والنبي المشتبة الذي ختم الله به الانبياء والمرسلين وقال عنه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين في مثل هذا الشهر شهر ربيع الاول ولد فيه سيد العالمين فانتشر النور وتدفق الخير معينا صافيا وانبعتت امة التوحيد من جديد لهذا فموضوعنا اليوم نريد ان نستحضر اهم البشائر والارهاصات التي سبقت ولادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما هي البشائر والارهاصات هي امور خارقة للعادة ربنا يحدثها كلما ارد ربنا ان يبعث نبي من الانبياء او رسول من الرسل في التاريخ القديم كان ربنا سبحانه وتعالى يقدم ارهاصات وبشارات وامور خارقة تبشر بحلول عهد النبي الجديد قبل مجيئه وقبل بعتته فالاحداث العظيمة غالبا ما يسبقها اشارات عظيمة تكون مؤذنة بقربها وعلمة على وقوعها فما هي اهم العلمات والارهاصات والبشارات التي سبقت مولد نبي الرحمن سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم هي كثيرة ومتعددة اطلب منكم ايها الاحباب الكرام ان تمنحوني عقولكم وافكاركم وافئدتكم للحظات قليلة لنسبح وإياكم في اهم هذه العلمات والارهاصات والبشائر التي سبقت مولد النبي الكريم اولها عرفه ابونا ادم عليه السلام ابونا ادم لما اقترف الخطيئة واكل من الشجرة التي نهاه الله ان يأكل منها ربنا غضب على ادم فكان يدعو الله تعالى بجميع سياغ الدعاء ليغفر له ويتجاوز عنه لكن الله تعالى ظل صادا وجه عن ادم الى ان قال ادم في دعائه يا رب اني اسألك بحق محمد الا غفرت لي ربنا عز وجل سأله يا ادم وكيف عرفت محمد والله اعلم به كيف عرفت محمد قال قد رفعت رأسي الى قوائم العرش فوجدت مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعرفت انك لم تضف هذا الاسم الى اسمك الا احب الخلق اليك فتبسم الله عز وجل وقال يا ادم اذهب فقد غفرت لك او تدري من يكون محمد يا ادم قال من قال انه من نسلك وانه سيكون خاتم الانبياء والمرسلين وهذا حقيقة اكدها النبي الكريم بنفسه صلى الله عليه وسلم حينما قال كنت نبيا وادم ما يزال بين الماء والطين وفي رواية وادم بين الروح والجسد فقد عرف النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة بين الملأي الاعلى سكان السماء الملائكة كلهم علموا بان النبي الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان تكتمل خلقة ابينا ادم عليه السلام ومثل هذا كثير نذكر كذلك بشارة اخرى من بشائر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وهي رؤية منامية رأاها جده جده عبد المطلب الهاشمي في المنام رأى رؤية غريبة افزعته وبدأ يبحث من يفسرها له حتى التقى باحد الحكماء فقال له عبد المطلب يا سيدي اني رأيت رؤية غريبة اشغلت بالي وافزعتني قال ما هي قال رأيت كأن شجرة نبتت نال رأسها السماء وضربت باغصانها المشرق والمغرب وهي ما تزال تزداد ساعة وارتفاعا ونورا ورأيت ناسا من قريش تعلقوا باغصانها ورأيت آخرين من قريش يريدون قطعها فأخذهم شاب لم أرقط أحسن منه وجها ولا أطيب منه ريحا فمنعهم فرفعت يدي لأتناول منها نصيبا فمنعت فقلت فقلت لمن النصيب فقال النصيب لهؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك فانتبهت مدعورا هذه الرؤية التي رأها عبد المطالب الهاشمي جد النبي صلى الله عليه وسلم فلما قصها على أحد حكماء ذلك الزمان قال له يا عبد المطالب مضمون هذه الرؤية سيخرج من صلبك رجل له مقام عظيم يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس وهذا الذي وقع لما ربنا سبحانه وتعالى قضى وولد سيدنا محمد ابتهجت الكائنات بمولده حقا لقد كان هو البشير وهو النذير فقد أخبر بمولده وهو في المنام لأنه هو النور والرحمة المهدات والسراج المنير حينما ولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سنرى بأن عبد المطالب سوف يسعد كثيرا لأنه تنقل كثير من البشارات من بينها أن ملك اليمن سيف ابن دي يزن كانت له علاقات مع أهل قريش ولما كان عبد المطالب في إحدى القوافل التجارية التقى مع هذا الملك ملك اليمن سيف دي يزن وكان له إلمام بالكتب السماوية بمضامين العهد القديم الذي هو التوراة والعهد الجديد الذي هو الإنجيل فلما رأى عبد المطالب قال سيأتي منك نسل النبي المنتظر وقال له إني أجد في الكتاب عندنا أنه إذا ولد مولود باتهامة غلام به علامة بين كتفيه شامة كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة لكم به الزعامة إلى يوم القيامة هذا ما قاله سيف دي يزن وفعلا لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ألقيت الأصنام في الكعبة على وجهها ليلة مولده الأصنام التي كانت قائمة حول الكعبة وهي بالعشرات ألقيت على وجهها فلما أمس سمع صيحة من السمات يقال فيها جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وفي هذه اللحظات من علامات وبشارات مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى منع استراق الجن للسمع من السماوات لما جاء لما جاء الخبر بأن في هذه الأيام شهر ربيع الأول سيولد سيد الخلق محمد بن عبد الله الجن منعت من استراق السمع لأنها كانت تسترق السمع القدر وتشتغل به مع الكهان والصحر والمشعودين فأغلقت عليهم الأبواب كما قال الله تعالى وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا قبل مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الجن كانهم القدر أنهم يسترقون السمع ويبيعون ويشترون ويتصرفون كما يحل لهم في بني آدم لكن منذ أن ولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زين الله تعالى السماء بالنجوم وجعلها رجوما للشياطين وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا حتى إن أبا الجن إبليس لعنه الله لما سمع بهذه الأحداث جمع أباليسته كان اجتماع عظيم في مملكة الجن إبليس مع من معه وجدوه ارتعش فقالوا له يا أبانا ما الذي أفزعك يا كبيرنا فقال إبليس ويلكم لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن مريم فخرجوا وانظروا ما الذي حدث فخاج فخاج الأباليسته وافترقوا وطاروا في الكواكب في الكواكب المجاورة وفوق الأرض وحلقوا في كل مكان ثم عادوا إليه ليجتمعوا فقالوا يا كبيرنا ما وجدنا شيئا فقال إبليس لعنه الله أنا لهذا الأمر فقام إبليس وانغمس في الدنيا فجالها طولا وعرضا مشارق الأرض ومغاربها حتى انتهى إلى مكة المكرمة فوجد الحرم المكي محفوفا بالملائكة فذهب ليدخل إليه فصاحبه جبريل عليه السلام وراءك لعنك الله يا إبليس فقال له حرف أسألك عنه يا جبريل ما الذي حدث ما الذي وقع في هذه الليلة فقاله جبريل ولد محمد صلى الله عليه وسلم فشد إبليس رأسه معنى أن ولادة محمد صلى الله عليه وسلم انتشار دين التوحيد وانتشار نور الإسلام فشد في رأسه وقال له هل فيه نصب فقال جبريل لا لا نصيب لك في محمد قلبه من جوهر فتحصر إبليس وبدأ يبكي ثم قال يا جبريل هل لي نصيب في أمته فقاله جبريل نعم لك نصيب في أمته أن تفرق بينهم وتوسوس لهم فقال إذن رضيت رضيت بذلك وهكذا صبقت بشائر النبي صلى الله عليه وسلم عدة إرهاصات وعلامات حتى إنه من دلائل ويلدته أنه قال أن دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ما من دعوة أبي إبراهيم لأن سيدنا إبراهيم الخليل كان يدعو الله تعالى دوما وأبدا بأن يجعل الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس وأن يجعل فيها هذه الأمة النبي الخاتم الأفضل الأكرم الأعظم ويبقى نوره إلى يوم القيامة سيدنا إبراهيم كان يدعو ويقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فمن دلائل ولد النبي الكريم دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى كان يقول عن عيسى أخي فسيدنا عيسى إبن مريم روح الله وكلمته كان يجمع الحواريين من النصارى وكان يبشرهم يقول لهم سوف يأتي رسول من بعد سيكون له الكلمة الفصل وهو المهيم على كل الأديان لأن الله اختاره وأودعه سره وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين كان يقول ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد اسمه أحمد ومبشرا برسول من بعدي ياتي من بعدي اسمه أحمد فالنبي الكريم كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام كيف ذلك فعلا السيدة آمنة بنت وهب رضي الله عنها أنها لما كانت حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تضعه قالت رأيت لما وضعته نورا بدى مني ساطعا حتى أفزعني ولم أرى شيئا مما يراه النساء يعني ما لقيت عندها ألم ولا وجع وإنما رأت نورا يخرج منها ساطعا حتى أفزعها وتذكر تذكر فاطمة بنت عبد الله التي كانت حاضرة معها قال شهدت ويلة النبي الكريم فما شيء أنظر إليه إلا والبيت نور لما خرج النبي الكريم من بطن أمه أضاءت له الأشياء البيت كله نور وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن علي النجوم تقترب فخروج هذا النور عند وضع النبي صلى الله عليه وسلم هو إشارة إلى ما يجئ به من النور نور الإيمان ونور التوحيد ونور القيم الإنسانية التي سوف يهتدي بها أهل الأرض ثم أولده أزال ظلمة الشرك وأزال ظلمة الظلم وجاء بنور الإيمان واليقين والصلاح لهذا ربنا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى سراط مستقيم كذلك ربنا عز وجل قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سيدنا النبي لما ولد ولد معذورا مسرورا أي مختونا مقطوع السرة وكان يشير بأسبوعه بأسبوع يده اللي يمنك المسبح بها يرفع كأنه يقول لا إله إلا الله وكأن يسبح لله تعالى ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من ربيع الأول في مثل هذا الشهر الفضيل لذا كان يسأل عن صوم يوم الاثنين قال داك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي لما ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تغنى به الشعراء وقالوا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وتناء لما ولد النبي الكريم أشرق مولده كل الكون وجاءت العديد من الإرهاصات والعلمات العجيبة وصحبته الكثير من الضواهر الغريبة والأحداث الفريدة فضلا عما قلنا من قبل علامة أخرى سبق وأن تحدثنا عنها هي عودة إبرة الأشرم مهزوما ممنوعا من دخول مكة في عام الفيل هذه علامة على بزوغ عهد النبي الكريم كذلك كسر بن هرمز عظيم فارس أكبر إمبراطوري في ذلك الزمان كان عندهم إيوان كبير قصر عظيم فمن دون أن يعلموا تلك الليلة سقطت منه أربع عشرة شرفة وكان مهاب الجانب فتزلزل كيان كسر كذلك بلاد فارس وهي مملكة عظيمة وإمبراطورية كبيرة كانوا يعبدون النار وعقلتهم المجوسية لهم نار لم تنطفئ منذ ألف عام ألف عام لم تنطفئ النار المقدسة وفي ذلك اليوم انطفأت من تلقاء نفسها حتى اجتمع الكوهان وقالوا لقد أطفئت نار المجوس وهذا إذان على بزوغ النبي المنتظر حتى إن بلاد فارس كانت تفتخر بأن عندها المياه الكثيرة وكانت تقطع المياه عن الدول والقبائل المجاورة الله تعالى جعل عيون مياهها وبحيراتها تغور وتجف حتى جفت بحيرة ساوب اليمن وغارت عيون مياه كثيرة في بلاد فارس أما بلاد قريش فالسنة التي ولد فيها النبي الكريم جاء فيها المطر وجاء فيها الخير وانتهت فترة القحط والجفاف بولدة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسمي الشهر بشهر شهر الربيع الأول فالنبي الكريم سبقت ودته إرهاصات كثيرة ومتعددة جدا حتى إنه لما ولد ابتهجت به الكائنات وجده لما أكرمه الله به أخذ وعبد المطالب أول مدى قام به أدخله الكعبة ثم عوده بأركان الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكره على ما أعطاه وقال فيه أشعارا كان يقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلماني كان يعلم بأن هذا الإبن سوف يكون له شأن عظيم وتروي أمنا آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها حين حملت به قيل لها سمعت صوتا هاتفا من السماء يقولها يا آمنة يا آمنة إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيده بالواحد من شر كل حاسد أعيده بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا سميه محمدا سميه محمدا قالت وما محمد قيل لها ليكون محمودا في السماء والأرض فسيدنا النبي اسمه محمد في الأرض واسمه أحمد في السماء واسمه الماحي الذي يمحو الله به الذنوب والخطايا واسمه العاقب الذي لا نبي بعده واسمه الحاشر أي الذي يحشر الناس عند قدمه يوم القيامة يحشرون يوم القيامة ويوجد له أسماء كثيرة مشهورة متعددة منها المصطفى ومنها السراج المنير ومنها طاها وربنا سبحانه وتعالى ذكره بصفات جليلة منها أنه قال من غير الأسماء هناك الصفات قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هكذا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر الفضيل شهر ربيع الأول كان نذيرا بزوال الشرك ورفع الظلم والبغي والعدوان وكان بشيرا بنشر الحق والخير والفضيلة والعدل بين الناس فطوب لنا بمولد طاها سيد الأولين والآخرين فصلوا جميعا على هذا الرسول صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن البشائر والإراسات التي سبقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأيام الأمة الإسلامية قاطبة في مشارق الأرض وفي مغاربها تستحضر الحدث الأعظم الذي شهدته البشرية وهو ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت بيلادته ميلاد أمة سعدت بميلاده الأمم فهو الرسول المصطفى والنبي المشتبة الذي ختم الله به الأنبياء والمرسلين وقال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في مثل هذا الشهر شهر ربيع الأول ولد فيه سيد العالمين فانتشر النور وتدفق الخير معينا صافيا وانبعتت أمة التوحيد من جديد لهذا فموضوعنا اليوم نريد أن نستحضر أهم البشائر والإرهاصات التي سبقت ولادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما هي البشائر والإرهاصات هي أمور خارقة للعادة ربنا يحدثها كلما أرد ربنا أن يبعث النبي من الأنبياء أو رسول من الرسل في التاريخ القديم كان ربنا سبحانه وتعالى يقدم إرهاصات وبشارات وأمور خارقة تبشر تبشر بحلول عهد النبي الجديد قبل مجيئه وقبل بعتته فالأحداث العظيمة غالبا ما يسبقها إشارات عظيمة تكون مؤذنة بقربها وعلمة على وقوعها فما هي أهم العلمات والإرهاصات والبشارات التي سبقت مولد نبي الرحمن سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم هي كثيرة ومتعددة أطلب منكم أيها الأحباب الكرام أن تمنحوني عقولكم وأفكاركم وأفئدتكم للحظات قليلة لنسبح وإياكم في أهم هذه العلمات والإرهاصات والبشائر التي سبقت مولد النبي الكريم أولها عرفه أبونا آدم عليه السلام أبونا آدم لما اقترف الخطيئة وأكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها ربنا غضب على آدم فكان يدعو الله تعالى بجميع سيغ الدعاء ليغفر له ويتجاوز عنه لكن الله تعالى ظل صادا وجهه عن آدم إلى أن قال آدم في دعائه يا رب إني أسألك بحق محمد إلا غفرت لي ربنا عز وجل سأله يا آدم وكيف عرفت محمد والله أعلم به كيف عرفت محمد قال قد رفعت رأسي إلى قوائم العرش فوجدت مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف هذا الإسم إلى إسمك إلا أحب الخلق إليك فتبسم الله عز وجل وقال يا آدم اذهب فقد غفرت لك أو تدري من يكون محمد يا آدم قال من قال إنه من نسلك وإنه سيكون خاتم الأنبياء والمرسلين وهذا حقيقة أكدها النبي الكريم بنفسه صلى الله عليه وسلم حينما قال كنت نبيا وآدم ما يزال بين الماء والطين وفي رواية وآدم بين الروح والجسد فقد عرف النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة بين الملأي الأعلى سكان السماء الملائكة كلهم علموا بأن النبي الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تكتمل خلقة أبينا آدم عليه السلام ومثل هذا كثير نذكر كذلك بشارة أخرى من بشائر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وهي رؤية منامية رأاها جده جده عبد المطلب الهاشمي في المنام رأى رؤية غريبة أفزعته وبدأ يبحث من يفسرها له حتى التقى بأحد الحكماء فقال له عبد المطلب يا سيدي إني رأيت رؤية غريبة أشغلت بالي وأفزعتني قال ما هي قال رأيت كأن شجرة نبتت نال رأسها السماء وضربت بأغصانها المشرق والمغرب وهي ما تزال تزداد ساعة وارتفاعا ونورا ورأيت ناسا من قريش تعلقوا بأغصانها ورأيت آخرين من قريش يريدون قطعها فأخذهم شاب لم أرقط أحسن منه وجها ولا أطيب منه ريحا فمنعهم فرفعت يدي لأتناول منها نصيبا فمنعت فقلت لمن النصيب فقال النصيب لهؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك فانتبهت مدعورا هذه الرؤية التي رأها عبد المطالب الهاشمي جد النبي صلى الله عليه وسلم فلما قصها على أحد حكماء ذلك الزمان قال له يا عبد المطالب مضمون هذه الرؤية سيخرج من صلبك رجل له مقام عظيم يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس وهذا الذي وقع لما ربنا سبحانه وتعالى قضى وولد سيدنا محمد ابتهجت الكائنات بمولده حقا لقد كان هو البشير وهو النذير فقد أخبر بمولده وهو في المنام لأنه هو النور والرحمة المهدات والسراج المنير حينما ولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سنرى بأن عبد المطالب سوف يسعد كثيرا لأنه تنقل كثير من البشارات من بينها أن ملك اليمن سيف ابن دي يزن كانت له علاقات مع أهل قريش ولما كان عبد المطالب في إحدى القوافل التجارية التقى مع هذا الملك ملك اليمن سيف دي يزن وكان له إلمام بالكتب السماوية بمضامين العهد القديم الذي هو التوراة والعهد الجديد الذي هو الإنجيل فلما رأى عبد المطالب قال سيأتي منك نسل النبي المنتظر وقال له إني أجد في الكتاب عندنا أنه إذا ولد مولود باتهامة غلام به علامة بين كتفيه شامة كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة لكم به الزعامة إلى يوم القيامة هذا ما قاله سيف دي يزن وفعلا لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ألقيت الأصنام في الكعبة على وجهها ليلة مولده الأصنام التي كانت قائمة حول الكعبة وهي بالعشرات ألقيت على وجهها فلما أمسى سمع صيحة من السماء يقال فيها جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وفي هذه اللحظات من علامات وبشارات مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى منع استراق الجن للسمع من السموات لما جاء الخبر بأن في هذه الأيام شهر ربيع الأول سيولد سيد الخلق محمد بن عبد الله الجن منعت من استراق السمع لأنها كانت تسترق السمع القدر وتشتغل به مع الكهان والصحر والمشعودين فأغلقت عليهم الأبواب كما قال الله تعالى وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا قبل مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الجن كانهم القدر أنهم يسترقون السمع ويبيعون ويشترون ويتصرفون كما يحلو لهم في بني آدم لكن منذ أن ولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زين الله تعالى السماء بالنجوم وجعلها رجوما للشياطين وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا حتى إن أبا الجن إبليس لعنه الله لما سمع بهذه الأحداث جمع أباليسته كان اجتماع عظيم في مملكة الجن إبليس مع من معه وجدوه يرتعش فقالوا له يا أبانا ما الذي أفزعك يا كبيرنا فقال إبليس ويلكم لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن مريم فخرجوا وانظروا ما الذي حدث فخاج الأباليسته وافترقوا وطاروا في الكواكب في الكواكب المجاورة وفوق الأرض وحلقوا في كل مكان ثم عادوا إليه ليجتمعوا فقالوا يا كبيرنا ما وجدنا شيئا فقال إبليس لعنه الله أنا لهذا الأمر فقام إبليس وانغمس في الدنيا فجاء لها طولا وعرضا مشارق الأرض ومغاربها حتى انتهى إلى مكة المكرمة فوجد الحرم المكي محفوفا بالملائكة فذهب ليدخل إليه فصاحبه جبريل عليه السلام وراءك لعنك الله يا إبليس فقال له حرف أسألك عنه يا جبريل ما الذي حدث ما الذي وقع في هذه الليلة فقاله جبريل ولد محمد صلى الله عليه وسلم فشد إبليس رأسه معنى أن ولادة محمد صلى الله عليه وسلم انتشار دين التوحيد وانتشار نور الإسلام فشد في رأسه وقال له هل فيه نصيب فقال جبريل لا لا نصيب لك في محمد قلبه من جوهر فتحصر إبليس وبدأ يبكي ثم قال يا جبريل هل لي نصيب في أمته فقاله جبريل نعم لك نصيب في أمته أن تفرق بينهم وتوسوس لهم فقال إذن رضيت رضيت بذلك وهكذا صبقت بشائر النبي صلى الله عليه وسلم عدة إرهاصات وعلامات حتى إنه من دلائل ويلدته أنه قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ما مانا دعوة أبي إبراهيم لأن سيدنا إبراهيم الخليل كان يدعو الله تعالى دوما وأبدا بأن يجعل الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس وأن يجعل فيها هذه الأمة النبي الخاتم الأفضل الأكرم الأعظم ويبقى نوره إلى يوم القيامة سيدنا إبراهيم كان يدعو ويقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فمن دلائل ويلد النبي الكريم دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى كان يقول عن عيسى أخي فسيدنا عيسى إبن مريم روح الله وكلمته كان يجمع الحواريين من النصارى وكان يبشرهم يقول لهم سوف ياتي رسول من بعد سيكون له الكلمة الفصل وهو المهيم على كل الأديان لأن الله اختاره وأودعه سره وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين كان يقول ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد اسمه أحمد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فالنبي الكريم كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام كيف ذلك؟ فعلا السيدة آمنة بنت وهب رضي الله عنها أنها لما كانت حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تضعه قالت رأيت لما وضعته نورا بدى مني ساطعا حتى أفزعني ولم أرى شيئا مما يراه النساء يعني ما لقيت عندها ألم ولا وجع وإنما رأت نورا يخرج منها ساطعا حتى أفزعها وتذكر تذكر فاطمة بنت عبد الله التي كانت حاضرة معها قال شهدت ولد النبي الكريم فما شيء أنظر إليه إلا والبيت نور لما خرج النبي الكريم من بطن أمه أضاءت له الأشياء البيت كله نور وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن علي النجوم تقترب فخروج هذا النور عند وضع النبي صلى الله عليه وسلم هو إشارة إلى ما يجئ به من النور نور الإيمان ونور التوحيد ونور القيم الإنسانية التي سوف يهتدي بها أهل الأرض فمولده أزال ظلمة الشرك وأزال ظلمة الظلم وجاء بنور الإيمان واليقين والصلاح لهذا ربنا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى سراط مستقيم كذلك ربنا عز وجل قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سيدنا النبي لما ولد ولد معذورا مسرورا أي مختونا مقطوع السرة وكان يشير بأسبوعه بأسبوع يده اللي يمنك المسبح بها يرفع كأنه يقول لا إله إلا الله وكأن يسبح لله تعالى ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من ربيع الأول في مثل هذا الشهر الفضيل لذا كان يسأل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي لما ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تغنى به الشعراء وقالوا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وتناء لما ولد النبي الكريم أشرق مولده كل الكون وجاءت العديد من الإرهاصات والعلمات العجيبة وصحبته الكثير من الضواهر الغريبة والأحداث الفريدة فضلا عما قلنا من قبل علامة أخرى سبق وأن تحدثنا عنها هي عودة إبراه الأشرم مهزوما ممنوعا من دخول مكة في عام الفيل هذه علامة على بزوغ عهد النبي الكريم كذلك كسر بن هرمز عظيم فارس أكبر إمبراطوري في ذلك الزمان كان عندهم إيوان كبير قصر عظيم فمن دون أن يعلموا تلك الليلة سقطت منه أربع عشرة شرفة وكان مهاب الجانب فتزلزل كيان كسر كذلك بلاد فارس وهي مملكة عظيمة وإمبراطورية كبيرة كانوا يعبدون النار وعقلتهم المجوسية لهم نار لم تنطفئ منذ ألف عام ألف عام لم تنطفئ النار المقدسة وفي ذلك اليوم انطفأت من تلقاء نفسها حتى اجتمع الكوهان وقالوا لقد أطفئت نار المجوس وهذا إذان على بزوغ النبي المنتظر حتى إن بلاد فارس كانت تفتخر بأن عندها المياه الكثيرة وكانت تقطع المياه عن الدول والقبائل المجاورة الله تعالى جعل عيون مياهها وبحيراتها تغور وتجف حتى جفت بحيرة ساوب اليمن وغارت عيون المياه كثيرة في بلاد فارس أما بلاد قريش فالسنة التي ولد فيها النبي الكريم جاء فيها المطر وجاء فيها الخير وانتهت فترة القحط والجفاف بولدة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسمي الشهر بشهر شهر الربيع الأول فالنبي الكريم سبقت ودته إرهاصات كثيرة ومتعددة جدا حتى إنه لما ولد ابتهجت به الكائنات وجده لما أكرمه الله به أخذ وعبد المطالب أول مدقم به أدخله الكعبة ثم عوده بأركان الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكره على ما أعطاه وقال فيه أشعارا كان يقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلماني كان يعلم بأن هذا الابن سوف يكون له شأن عظيم وتروي أمنا آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها حين حملت به قيل لها سمعت صوتا هاتفا من السماء يقولها يا آمنة يا آمنة إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيده بالواحد من شر لكل حاسد ثم سميه محمدا سميه محمدا سميه محمدا قالت وما محمد قيل لها ليكون محمودا في السماء والأرض فسيدنا النبي اسمه محمد في الأرض واسمه أحمد في السماء واسمه الماحي الذي يمحو الله به الذنوب والخطايا واسمه العاقب الذي لا نبي بعده واسمه الحاشر أي الذي يحشر الناس عند قدمه يوم القيامة يحشرون يوم القيامة ويوجد له أسماء كثيرة مشهورة متعددة منها المصطفى ومنها السراج المنير ومنها طاها وربنا سبحانه وتعالى ذكره بصفات جليلة منها أنه قال من غير الأسماء هناك الصفات قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هكذا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر الفضيل شهر ربيع الأول كان نذيرا بزوال الشرك ورفع الظلم والبغي والعدوان وكان بشيرا بنشر الحق والخير والفضيلة والعدل بين الناس فطوب لنا بمولد طاها سيد الأولين والآخرين فصلوا جميعا على هذا الرسول صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله سيدنا محمد